خطبة الجمعة الخطبة الأولي الحمد لله رب العالمين أضعى فما حمده جميع خلقه كما يحب ويرضى والصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون كما ينبغي ويحرار وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده البررة التقى والنقى خصوصا منهم على الشيخ الشفيق قاتل الكفرة والزناديق الملقب بالعتيق في الغار الرفيق الإمام على التحقيق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم السلام من الملك الوهاب على الأمير الأواب زين الأصحاب مجاور المنبر والمحراب الناطق بالحق والصدق والصواب الموافق رأيه حكم الكتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثم السلام من الملك المنان على الأمير الأمان حبيب الرحمن صاحب الحياء والإحسان الشهيد في أثناء تلابت القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم السلام من الملك الولي على الأمير الوصي ابن عم النبي خالع الباب الخيبر زوج فاطمة الزهراء بنت النبي أمير المؤمنين سد الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين المظلومين المقبولين الحسيبين النسيبين سيدي شبان أهل الجنة وقرتي أعيون أهل السنة الحسن والحسين رضي الله عنهما وعلى العمين المعظمين الأسعدين الأمجدين الأكرمين عند الله والناس حمزة والعباس رضي الله عنهما وعلى جميع المهاجرين والأنصار والتابعين الأخيار والأبرار رضوان الله عليهم أجمعين أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله واطيعوه اوصلكم عباد الله بتقوى الله وعلموا أن إلى الله المنتهى وأنه هو أمات وأحيا إن هذه تذكرة لمن يخشى وإلى الله المشتكى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ترجمة نانسي قنقر